لنا عدة ساعات نلعب هيلو انفنت الجديدة في الطور الفردي طور القصة وضمن مسار القصة الرئيسي وايضا المهمات الجانبية في عالم اللعبة المفتوح اللي شفناه في الفيديوهات اللعبة تبدأ باسلوب هيلو الكلاسيكي ممرات متفرعة ويتخلى لها قتال وتبديل بين السلحة لما ينتهي الذخيرة ورغم ان الاسلوب مألوف لكن نقدر نقول رؤية التفاصيل الجميلة داخل الممرات والاضاءة المتقنة هذه اللعبة بدون ادنا شك هي اجمل هيلو على الاطلاق وهذا بدون الخروج للعالم المفتوح الى اللحظة هذه بعد ما تعرفنا على اللعب واذكرناه داخل مناطق المغلقة تفتح لنا اللعبة اسوارها ونبدأ ندخل العالم المفتوح اللي شكله واسع حتى الان هو تذكرون كيف قلت لكم ان هذه اجمل هيلو على الاطلاق طيب المناطق المفتوحة تأكد هذا الشي اللعبة رائعة اللعبة فيها مناطق مفتوحة جميلة اضاءة شمس غروب يتعاقب الليل والنهار كل شي فيها طالع بشكل جميل وبسيط لكن بنفس الوقت يعجبك نرجع للعبة ونفتح الخريطة بتشوفون هنا مجموعة من المهمات الرئيسية والفرعية بعض المناطق ذات الاهتمام يعني تقدر تتقدم بالقصة او تتجول في العالم عشان تكتشفه بنشوف عدة قواعد خاصة بالعداء تقدر تقاتلهم وتستولي عليها هنا راح تصير ملكك وراح يجون اخوياك الجنود وصنون موجودين فيها وتقدر تسوي اشياء اضافية مثل انك تستدعي سيارة راح تجي طيارة من فوق تنزلك السيارة اللي تبيها وتستخدمها في التنقل تذكرون لما قلت فيه اشياء ذات اهتمام في الخريطة نتكلم عن اشياء مبسطة مثل ابراج صغيرة تقدر تفجرها بعض العناصر القابلة للتجميع بعض المقتنيات الخاصة للاستخدام في طور اللعب الجماعي او مثل هذا الجهاز اللوحي اللي تقدر تشغل تسجيل صوتي فيه يعطيك تفاصيل اكثر عن القصة طبعا الان الوقت نبكر عشان نقيس عامل التكرار وهل هذه الاشياء مكررة اللي بنشوفها في العالم المفتوح هل فيه تنوع قدام راح يخلينا مهتمين طول الوقت راح نحكم على هذا الشي في التجربة النهائية التجول في العالم المفتوح سهل بالمركبات طالما ما اتجهت المنطقة الجبلية وعلقت معك المركبة بين الصخور تلقى مستودعات للإعداء محمية بشكل قوي تحتوي انواع قوية من المركبات مثل الدبابة مثلا ولازم ما ننسهينه في هذه اللعبة خصوصا الخطاف لانه احد الاضافات المهمة جدا في اللعبة تقدر تستخدمه في الممرات عشان تسحب نفسك بقوة للامام او مثلا تقدر تستخدمه عشان تطلع الاماكن المرتفعة خصوصا في العالم المفتوح وقت القتال الخطاف راح يعطيك عناصر من سلسل الدوم بحيث تقدر تستخدمه مثلا تسحب نفسك نحو عدو وترفسه او احيانا تكسر دروعهم اذا كانوا يحملون واحد من الدروع وراح يجيك فرصة انك تسوي ترقية لهذا الخطاف مثلا انا رقيت الخطاف حقي وصار الحين عنده قدرة انه يكهرب العدو اول ما يضربه حتى قبل ما اوصل له في بعض الاماكن بتقاتل فيها بتكون متعددة الطوابق الخطاف بساعدك انك تتنقل وتاخذ موقع استراتيجي اكثر للقتال بشكل عام في اكثر من عامل يبشر بتجربة متجددة في عالم هيلو الكبير استمتعنا باللي شفناه لحد الان بنقيم الامور بشكل اكبر مستقبلا لما نشوف العالم المفتوح اكثر نشوف كيف التنوع في الاشياء الموجودة كيف التنوع بالبيئات هل فيه بيجذب شي اهتمامنا في المستقبل بعيدا عن ذلك هيلو انفرد تعد بتقديم تجربة هيلو كلاسيكية القتال السريع الاكشني مع الكثير من الحركة وتعدد الاعداء ودخول عوامل المركبات انتظرونا قريبا ان شاء الله باذن الله مراجعة كاملة للعبة على ترو جيميك في امان الله